أعلنت المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والعضوة في لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كارلا ديل بونتي أن مقاتلية المعارضة السورية استخدموا غاز السارين يأتي هذا فيما دعى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى حل سياسي للنزاع في سوريا اتهمت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا رئيسة للدعاء العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية اتهمت المعارضة السورية باستعمال غاز الأعصاب السارين وقالت ديل بونتي في مقابلة مع إحدى القنوات الإيطالية إن المعلومات والأدلة التي جمعها أعضاء اللجنة الدولية من الأدباء المختصين ومن المتضررين تؤكد استخدام غاز السارين وأضافت ديل بونتي أنه انطلاقا من المؤشرات التي تم الحصول عليها فإن مسلحي المعارضة استخدموا الأسلحة الكيميائية باستعمالهم غاز السارين واستعرضت ديل بونتي محتوى التقرير الذي أعده أعضاء اللجنة التي زارت الدول المجاورة لسوريا حيث التقوا المتضررين والأطباء والعاملين في المستشفيات الميدانية وأشارت القاضي ديل بونتي لأن الخبراء رغم ذلك ما زالوا بعيدين عن طرح الاستنتاج الأخير إذ يتوجب التأكد من نتيجة التحقيقات عن طريق الحصول على شهادات إضافية وأوضحت أن ما تستطيع تأكيده في الوقت الحالي هو أن قوى المعارضة والمجموعات المسلحة استعملت غاز السارين السام إلى ذلك دعى وزير الخارجية الفرنسي لورا فابيوس إلى حل سياسي للنزاع في سوريا واصفا الوضع هناك بالمأساة الحقيقية التي قد تطال الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان وضعف الوزير الفرنسي أن الصراع الدائرة في سوريا منذ أكثر من عامين لم يعد مسألة محلية لكنه تحول إلى قضية إقليمية ينبغي التكاتف والعمل على حلها بطرق سياسية وديبلوماسية ترجمة نانسي قنقر